كورونا جائحة جعلت معظم دول العالم تفرض الحجر الصحي والمنزل يخوف وقلق طبعا وتوتر من تغيير مفاجر الحياة اليومية نواجه الحقيقة بعد دعاء الله سبحانه بأن ينتهي ويحفظ لنا بلادنا ثم يأتي بعد ذلك أيضا تنفيذ توجيهات الدولة والحكومة وهي تفيد بأنه ما يكون فيه ضرر يعني توجيهات طبية توجيهات اجتماعية اقتصادية انسانية كل هذا الشيء مهم في نفس الوقت الناس الآن جالسة في البيوت وفيه ناس منهم بدأ الضجر يعني يتمكن منهم وهذا أمر طبيعي طبعا فيه ناس أساسا عنده أساسا هواية أنه يقرأ مع التطور التقني خف الموضوع شوي رجع للهواية بلاقي شيء يمتع شوي فيه ناس يحب يشوف أفلام صاروا يشوفها أكثر فيه ناس يحب يشوف سلسلات فيه ناس يحب يدخل عوالم كثيرة في الانترنت ويبحث ويسوي في جوجل طبعا في ناس ما عندهم ذا الهوايات علاقته بالحياة مرتبطة بالعمل ويروح الاستراحة عند خويا علشان يشرب أرقيلة هذا الأمر يعني ممكن ما يكون موجودا أنه فيه ضرر على الأسرة وعلى البيت إذا شيش ولازم يشوف الناس هذولا لازم يقول لهم نصائح تفيدهم في نفس الوقت أنا أقول للناس اللي أمورهم زينة وكويسة وبيوتهم كبيرة جماعة أرفقوا بالناس شوي يعني أرحموا الناس شوي ما أعتقدوا أنه من المناسب في هذه الأزمة أنه يطلع مشهور أو واحد ذو شأن في شيء معين وعنده ذلك القصر الكبير ويقول أنصحكم بالمشي ويقعد يمشي في مضمار البيت اللي هو أشبه مضمار ملعب كرة قدم ويقول للناس شوفوني أنا ما مليت يخي ترى في ناس بيوتهم غرفتين وصالة في ناس ساكنين في شقق ما فيها درائش حتى فخلونا بس نرحم الناس شوي يعني نعطي حلول تناسب كل الناس وليس قليل من الناس موسيقى موسيقى موسيقى